مرحبا يا اخوي سام لالك ولجميع عضاء اه اسرة التحليل الموجي والبرايس اكشن. حبيت احكي عن نفسي. بفور اند افتر اه ما خدت دورة التحليل الموجي والبرايس اكشن. بفور تتلخص بثلاث كلمات فوق ثلاثين اربعين خمسين وخسارة فاتحة لرأس المال. اه اند افتر اتحسن ادائنا اتحسن ادائنا كتير اه لناحية التحليل قراءة الشارك الشارت اكتشاف الاسرار سنعرف نحن وان ماشيين بموجة دافعة ولا بتصحيح تعرف ايما تفوت ايما تطلع تجني الارباح تجني الارباح اه واذا كان تحليلها غلط اقل له تقدر تطلع برايك ايفنت او بخسارة كتير بسيطة فرق كبير مع حدا يعطيك صفقة لا تعرف عبر قنوات يعني ما تعرف حالك انت او بموجة دافعة ما تعرف شي كنا ناخد الصفقات ونفوت نعلق ونلاقي حالنا او بخسارة ستين وسبعين بالمية اه فهلا اختلف الوضع مية واتمانين درجة انا بدعي جميع اللي عم بيحضروا تحليلك اليومي اه على اليوتيوب ما تتأخروا كل يوم عدم مشاركتكم لالدورة هو خسارة بحد زيته هو خسارة بحد زيته لانه انت منك عم بتزيد راس مالك المحافظة عراس المال هو خسارة بحد زيته شكرا لالك يا اخوي سام وكل التوفيق من قلبي والف شكر لالك واني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة العمل عفو الكديم سنقوم بتحليل بيتكوين كما تعودنا لكن قبل البردعوكم لا يشتراك في قناة تليجرام مجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف في هذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي اشارك معك في ارباح المشاركين في دوراتنا تطريبية يوميا ولكن لا بأس المشاركة معك بعض الارباح لهذا اليوم لاحظوا هذا الاخ يحقق خمسمائة وتمانية بالمئة من البيتكوين ويقول الحمد لله يسلموا وشكروا من قلب استاد ويسام طلعت منها اكتر من حق الدورة في ثلاث مرات لاحظوا يعني الناس تحقق ارباح يعني من صفقة واحدة حقق سعر الدورة ثلاث مرات او سعر العرض ثلاث مرات هذا ما نريده نريدك من تستفيدوا لاحظوا كذلك هذا الاخ يحقق تقريبا نتوقع تلاتة وتسعين بالمئة ربح من البيتكوين وانا الاخ عادل يحقق الف وخمسمائة واحد وثلاثين دولار ويقول انا خرجت ويا الحمد تم تحقيق اول هدف من التحدي بصفقات جد محدودة نظر للضيق الوقت ولكن بفضل الله وانسى ما بفضل هذه العلم من القطع النظر الذي بين يدينا هل من مزيد بوم اه تعرفوا ان شعارنا هو بوم يقول جميع الطلبة هم من فازوا بافضل بفضل اصبحنا ندخل من افضل منطق مبروك كما تراحي ش romance وقوى ارباح قوي يعني ما احتاج ان يتحدث كذلك هنا واحد وتماني بالمئة خمسمائة بالمئة ربح من البيتكوين تسعة وتلاتين بالمئة ربح واحد وتلاتين بالمئة تلاتمائة وخمسة وخمسين بالمئة ربح من البيتكوين هنا كذلك مئة واربعين بالمئة ربح من اطوم مئة وعشرين من سولانة مئة وتسعة بالمئة بيتكوين واحد وخمسين بالمئة بيتكوين تمانين بالمئة مئة بالمئة كل هذه الارباح التي ترونها هي بفضل هذا العرض وهذا العرض تعرفون فيه جزئين الجزء النظري هو الفيديوهات 34 فيديو مسجن 25 ساعة من الأسرار لاحترف أي سوق بالمتداولين تعطيك 30% مما تحتاج لكي تحترف التداول والجزء التطبيقي هو قناة التحليات اليومية تحصل على 3 تشهر اشتراك فيها وهي تعطيك 70% الباقية لأنها بها أسرار غير موجودة في الفيديوهات وبها المفاتيح التي ستجعلك تفهم الفيديوهات لذلك تعطيك 70% إذن بالفيديوهات الواحدة تحترف تداول باستعمال تحليل موجود برايس أكشل والمنطق مستحيل يجب أن تكون مشترك في قناة التحليلات اليومية كذلك تحصل على 3 تشهر اشتراك في مجموعة النقاشات تتابع على قناة التحليلات اليومية بآخرة المتداولين لدي يجابونك على سئلتك يتابعونها معك شاركون معك تحليلاتهم وصفقاتهم وأكدت تجد نفسك مضمينة عائلة تتعلم تطبيق وتحقيق الأربعين كنت جدا في التعلم وهذا العرض فقط بـ 197 دولار هذا أقل بعشر مرات أو أكثر من السعر الحقيقي لهذا العرض لرابط الاشتراك من ثبت في تعليقات هذا الفيديو وهو الرابط وفي صندوق الواس كذلك لهذا الفيديو وهو الرابط تضغط عليه وتتواصل معي مباشرة على الخاص أنا الذي أجاوبك وتبدأ رحلتك نحو الـ 5% ربحين وتتعيد عن الـ 95% الخاسرين لا تنسوا كذلك ذهب إلى الموقع بـ ProWaveTrader.com بـ ProWaveTrader.com في هذا الموقع هناك مقالات يبكي لكو قراتها وكتوب يبكي لكو تحميلها مثل دليل أساسي شمع ليباليها فقط تضغط عليه الآن مجرد أملك الخاص وتصلك كتوب أملك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لنعطيه للنصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول المسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العملاء في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه منك وأن تراقب تقارن تشاهد وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا ماذا لدينا في البيتكاين إذا تذكرتم عندما حللنا البيتكاين قلنا أنه البيتكاين هو للنزول خصوصا أنه هذا تصحيح وهناك احتمال أنه ينزل البيتكاين وبالفعل نزل وأنا الآن نحن في منطقة تمركز الأموال واستغلينا الفرصة من أفضل منطقة ممكنة وأنا الآن يعني وقف خسارتي عند منطقة الدخول طيب الآن بعد الحصول على هذا تصحيح يعني على الكاندلز لذين هذا هو التصحيح وعلى اللاين لذين هذا هو التصحيح تسوكي لا مشكلة في ذلك الآن المهم أنه هذا كان تصحيح وتم كسره الآن هل لدي ديفرجنس ولا لا الفريم هناك أتوقع أن هناك ديفرجنس نعم هناك ديفرجنس يجب أن يكون أن أكون حذرا لذلك وضعت وقف خسارتي عند منطقة الدخول طيب إذا رجعنا البيتكوين ورجعنا السيناريو هات الممكنة إذا تذكرتم قلنا لدينا السيناريو وهي السيناريو الأول هو أن نحصل على فرصة للبيع من هنا وسيكون هذا فيه هو هذا القاع مستوى الخمسة عشر دولار بعد الدخول يجب تحريك وقف الخسارة بأسرع وقت ممكن لأنه قد يكون هذه الموجة مع هذه الموجة تقفيل ويكون هذا هو النموذج التصحيحي لهذه الموجة ونبحث عن نزل الأخير قد يكسر القاع وقد لا يكسر لكن دائما هذا فيه سيكون يكسر القاع لأننا لنتوقع الكنتراكت لنتوقع أن لا يكسر ثم يعود هذا التوقع خاطئ لن نقوم بتوقعي نتوقع ما هو طبيعي بالسوق وهو كسر هذا القاع إذن كما تلاحظون أن هدفي موجود في القاع ووقف خسارة الآن على منطقة الدخول إذن هذه صفقة رأي لن أخسر فيها إلا من أرباح لن أخسر ممتد هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني أن يستمر البيتكوين في الصعود بطريقة المتدبدة بهذه الطريقة ويكسر القمة وعند كسر القمة سنتوقع ذلك النزول التقفيلي لهذه الموجة هنا وبعد ذلك سنلغي هذا في هذه المنطقة سنبحث عن الصعود الاستثماري جميل جدا إذن الآن أعطاني فرصة لبحث عن النزول لكن يجب أن أكون حذراً لماذا؟ لأن هذه الموجة هي على شكل WXY والY هي على شكل ABC هل ممكن يكون هذا فقط بداية تصحيح كبير مساوي لهذا التصحيح وبعدها سنبحث عن الصعود كذلك مرة أخرى نعم ممكن لذلك مدام هذا السيناريو ممكن أنا حولت وقف خسرتي إلى break even أكيد مفروض أنه ما يتم ضرب وقف خسرتي لو كان تكون نزول لأنه يجب أن يطير الآن ينزل بقوة إذا لم ينزل وبدأ يعطيني هذا التصحيح سأفهم أنه تصحيح بعد أن يكتمل أو على الأقل بعد أن يعطيني الموجة التانية لأن الموجة التصحيحية وحين يمكن بحث عن بطن أخير ثم بعد الصعود يكسر هذا القمة على الأقل ثم يكسر هذا القمة إذن لحد الساعة نحن استغلين البيتكوين من أفضل منطقة ممكنة وهذه منطقة التمنكز الأموال واستغلينه من السي والآن بعد كسر القاع بريك إيفن لأنه هذا القاع مستوى 15 ألف دول و300 هل سيصل هناك من سيخرج بالتعليقات وسيقول لي أنت هل تظن أن البيتكوين سيصل لهذه منطقة أنا لا أتداول الشائعات أتداول ما أره في الشرط بطريقة منطقية أعرف هي على شكل WXY مكتملة وفي هذه الحالة هناك 50% ينزل البيتكوين لكسر القاع وهناك 50% أخرى يعطيني تصحيحا كبيرا لأنه عندما تكون موجهة على شكل WXY قد تعطيني X لنبحث عن Z WXY قد تعطيني X لنبحث عن Z إذن هناك احتمالين ظهرت لفرصة للبحث عن البيع حاولت استخدال البيع وأنا نزل ممتاز هذا ما أريد لم ينزل سأقول OK It's OK يريد أن يعطيني تصحيح آخر وسأولي هذا التصحيح لا مشكلة أعطيني هذا التصحيح وسأبحث عن الشراء عوض الباعة إذن أعطيني هذا التصحيح هكذا ومن هنا سأبحث عن الشراء عوض الباعة شراء كسر القمة سأحول وقف خسارة إلى break even وأتركه ربما لكسر هذه القمة وبعد ذلك سأبحث على هذا الهبوط إذن لدي السيناريو هاي السيناريو أول والسيناريو ثاني لحد الساعة السيناريو الأول الذي هو هذا موجة مع هاته تقفيل وسأبحث عن نزول لكسر القاعد هذا هو السيناريو الحالي قلت سأستغل من الأفضل منطقة ممكنة استغل من أفضل منطقة كانت هو ضرران صراحة الكسر هذا القاعد لم أكن أمام الشرط مريض كنت مريض اليوم الحمد لله بدأت أتمثل للشفاء فما استطعت لكن استطعت أن أستغل له من هذه المنطقة وأنا الآن على منطقة الدخول مفروض أنه ما يرجع يضرب لي وقف الخسر المفروض لأنه نحن نتداول البنية المفروض إذا كان هذا تصحيح ما يرجع السعر المفروض أنه يكمل نزول إذا بدأ يرجع وضرب لي وقف الخسر فهذا يعني هذا قد يكون فقط تصحيح كبير للصعود إذن للنزول الفرص كانت مواتية وهذا في 15 دولار للصعود يجب أن أنتظر أن أحصل على تصحيح كبير مساوي لهذا التصحيح هذا كله هنا وبعدها أبحث عن الصعود تواحدون الآن إذا طار البيتكوين وبدأ يصحيح للنزول بدأ يصحيح للنزول كل مرة صحيح البيتكوين هي للنزول نحن الآن في بداية الموجة الأولى في هذا المتقل سيتضح لنا الأمر إذا استمر في النزول وهذا يصحيح للتعزيز إلى أن يصل إلى 15 أفضل إذا بدأ كل مرة دخلنا في البيع وضرب وقف خسارت فهذا يعني هذا فقط تصحيح كبير لكي يكمل بنية هذه الموجة الصعيدة التي على شكل كما قلت W X Y X Z لأسف المبتدئين مع الأسف لا يفهمون هذه السيناريوهات WXY قد نحصل على XZ لا يفهمون هذه السيناريوهات وبالتالي لا يفهمون كيفية التعامل مع كل سيناريو يريدون سيناريو واحد يريدون توصية يريدون منطقة الدخول يريدون أن أقول لو مدخل في السعر 43100 وحط وقت خسرتك في كده وحط هدفك في كده هذا لن يعلمك التداول هذا سيجعلك إنسانا تابعا لشخص يعطيك توصية وهذه التوصيات ستكون في أغلب الأحيان فاشلة يجب أن تتعلم تداول وتكون متداول مستقل بذاتك تقرأ الشرط بطريقة منطقية وتبدأ تداول لنفسك لماذا تريد الآخرين أن يعطوك الأمر السهل لماذا تبحث عن السهولة يعني لو كان الأمر بسيط وسهل بإعتي الطريقة لكان الجميع يحققون أرباح النسبة التي تحقق الأرباح في التداول فقط 5% إذن فكر مع نفسك هل التوصيات ستجعلك تربع في نسبة 5% فكر قليلا لذلك نحن نعلمك كيف تقرأ الشرط بطريقة منطقية وإذا عرضت أن تحترف التداول هذه الطريقة التي لا تعير الهتماما لا للشائعات ولا لكثرة ميقائقون محللون نقدم لك العرض الذي سيجعلك تحترف التداول إذا كنت جد في التعلم هذا العرض رابط اشتراك فيه مثبت في تعليقات هذا الفيديو ثالث أول رابط عفوا وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو أول رابط تضغط عليه توصل معي مباشر أنا الذي أجاوب بكتاب داري حالتك نحو الخمسة بما رابحين وتبتعد عن الخمسة وتسعين بالمئة الخاسرين لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم يعرف الكذب لا تنسوا كذلك أن تستركوا في قناة تيك توك الجديدة قريبا سنبدأ ببعض عليفات لتحليل العملات التي ترغبون بها يوميا إن شاء الله بحول الله هذا هو الرابط تضغطوا عليه من صندوق الوص أو من تعليقات المثبتة تالي تعليق لهذا الفيديو كما أقول دائما لا تنسوا أنا العلم للعرف كذب السلام عليكم ونحط ليس على مباركاته ترجمة نانسي قنقر